اشتركوا في القناة احطل مئات رحلات الطيران والقطارات الشهر الماضية وعقب العاصفة المدارية ماريا ولقد تحول الاعصار شانشان الى عاصفة مدارية وما زال يؤثر على حركة النقل الجوي والقطارات في اليابان مع تحذير السلطات من انهيارات ارضية قد تسببها الامطار الغزيرة المتواصلة وذكرت وكالة الارصاد الجوية اليابانية ان مدينة ايزو بمحافظة شيزوكا بوسط اليابان شهدت 225 ملي متر من الامطار خلال 24 ساعة فيما سجلت عدة مدن اخرى في محافظتي شيزوكا وميه اكثر من 130 ملي متر خلال نفس الفترة وحذرت الوكالة السكان من حدوث انهيارات ارضية وفيضان للانهار واستمر انقطاع خدمات قطارات توكيدو شين كانسن السريعة التي تربط بين توكيو وشين اوساكا اليوم فيما اوقفت شركة جيه ار سنترال المشغلة للقطارات بين ميشيما ونابويا في وسط اليابان طوال اليوم وكان ثلاثة اشخاص قد لقوا حتفهم واصيب اربعون اخرون جراء وصول الاعصار شانشان لليابسة في جزيرة كيوشو الرئيسية جنوب غربي اليابان تجدر الاشارة الى ان الاعصار شانشان جاء بعد الاعصار امبيل الذي عطل مئات رحلات الطيران والقطارات الشهر الماضية وعقب العاصفة المدارية ماريا وتتشكل الاعاصير في المنطقة على مقربة من السواحل اذ تشتد بشكل اسرع وتدوم لفترات اطول فوق البر نتيجة تغير المناخ مع تحياتي ولا تنسوا الاشتراك في القناة ودمتم سالمين